اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والذي هو موقف الشعب المغربي قاطبة في هذه القضية الوطنية الكبرى بتمسك المغرب بوحدته الوطنية والطرابية وكما قال جلالة ملك موقفنا واضح لا يتزعزع مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب هي الحل الوحيد لهذه النزاع المفتعل والطويل الأمد في إطار السيادة المغربية وخارج هذا المغرب مفتوح على جهود المجتمع الدولي المجلس الأمن وممتحدة لنجد حلا نهائيا لهذا النزاع المفتعل هذا الموقف الوطني الذي عبر عنه جلالة ملك في هذا الخطاب الجديد والذي عبر عنه الشعب المغربي باستمرار اعتبره هو نقطة الإجماع في هذه القضية لكن خطاب جلالة الملك تضمن أيضا أولا الاهتمام بإفريقيا كعمق للمغرب وباعتبار المغرب بوابة لإفريقيا وهذا يعطي بعد للعمل الذي يقوم به وهي مختلف مؤسسات البلد سواء كانت رسمية أو كانت في القطاع الخاص أو كان المجتمع المدني أو كان غيره لإعطاء الأولوية في علاقاتنا مع إفريقيا ومع الشعوب الإفريقية مع الدول الإفريقية حتى نجعل المغرب فاعل أساسي في إفريقيا الالتفاة الثالثة لجلالة الملك في الدول المغاربية على أساس أن المغرب لا يزال وفيا لبناء الاتحاد المغاربي وبناء علاقات كما قال جلالة الملك علاقات سليمة وقوية مع دول الاتحاد المغاربي وفيه لهذا الانتماء حالا ومستقبلا ودائما ممدود اليد ومفتوح الذراعين تضمن الخطاب الملكي أيضا التفاتة فيما يخص الجهوية المتقدمة على أساس أنه الجهوية المتقدمة والتي تهدف بالأساس إلى إعطاء مختلف الجهات مكانتها في التنمية الوطنية والوصول إلى توزيع عادل للطراوات بين جميع الجهات المملكة وحتى تكون هذه الجهات جهات فاعلة قوية منسجمة متكاملة فيما بينها تستفيد على قدم المساواة من جهود البلد في البنية الأساسية التحتية وفي المشاريع الكبرى ومن هنا أعلن جلالة الملك جزء من هذا وهي التفاتة نحو جهة السوس ونحو الأقاليم الجنوبية لكنها هي في الحقيقة إشارة إلى المضي قدما في بناء هذه الجهوية المتقدمة المتوازنة لجميع جهات المملكة فهذه الأسس التي أتت في الخطاب الملكي بهذه المناسبة تعتبر توجهات استراتيجية بالنسبة لعمل الحكومة والتي سنكون أوفية لها بطبيعة الحال والتي ستعمل جميع الأطراف الحكومية الإدارات مؤسسات عمومية وغيرها للعمل للوصول إليها كأهداف في إطار برنامج الحكومة وبطبيعة الحال أريد أن نهني الجميع على مختلف الإنجازات التي تمت في هذه المرحلة الأخيرة وخصوصا التقدم دي المغرب فيما يخص مؤشر ممارسة الأعمال اللي هو كيلزمنا باش نعود نطور البرنامج دي لنا في السنة المقبلة برنامج دي 2020 برنامج دي 2021 نحو أن يتبوأ المغرب المكانة الضرورية ليكون من الدول الصاعدة إن شاء الله هم الخمسين الدول الأوائل في مجال ممارسة الأعمال أسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا لما في الخير وهذا السبيل ويعيننا لنرفع مستوى عملنا وإنجازنا لمصلحة الوطن ولمصلحة المواطنين شكرا جزيلا